في مناورات السلاح والديبلوماسية بالحجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا والاتصالات الدبلوماسية التي لا تتوقف تتبدى حسابات كل طرف في التحذيرات التي يطلقها خشية البدء في حرب لا تحمد عقباها الرئيس الأمريكي جو بايدن يكرر تحذيره من خطر اجتياح الروسي لأوكرانيا في غضون أيام نتوقع حدوث غزو الروسي على أوكرانيا خلال أيام لكن الحل الدبلوماسي لا يزال مطروحا لإنهاء التوتر لكننا نحذر من عمليات مضللة قد تقوم بها القوات الروسية أثناء تحركها يتمسك التحالف الغربي بالمخاوف الأمنية الأوروبية خلف القيادة الأمريكية من خلال صفوف حلف الناتو ذراعه العسكرية بدورها تستعرض روسيا عضلاتها العسكرية بالقرب من حدودها الأوكرانية فموسكو توعدت بالرد بما يشمل اللجوء إلى إجراءات عسكرية تقنية كما سمتها إذا لم تجلس واشنطن على طاولة المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية في ميدان المعركة المفترضة تنطلق شرارة حرب مفترضة أيضا لنزاع مستمرا منذ ثمانية أعوام بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو فكل من انفصالي لوجانسك ودونسك تبادل الاتهامات مع الجيش الأوكراني بشأن قصف بأسلحة ثقيلة وخروقات لوقف إطلاق النار يرى البريطانيون والأمريكيون أن روسيا ستتخذ منها ذريعة لتبرير تدخلها العسكري المحتمل لغزو أوكرانيا نحن قلقون من أن تختلق روسيا ذريعة لمهاجمة أوكرانيا لا يزال الأمر غير واضح ولا يقين بشأن النوايا الروسية لا نعرف ما سيحدث أما عن الحشود العسكرية التي يقول خصوم روسيا إنها تحضيرات للحرب فإن موسكو تصر على أنها تدريبات عادية وتشدد على ذلك بإعلان سحب بعض القوات من المنطقتين الغربية والجنوبية فلذهب المسؤولون فيها لتحويل أمر التقارير عن الغزو إلى فكاهة لكن أمر سحب بعض القوات الروسية من محيط أوكرانيا لم يكن مقنعاً لواشنطن وحلف الناتو الذين يؤكدان أن الوجود العسكري الروسي ما زال على الحدود كما هو